يا مساء الفلو الاسمين يا رب تكونوا كاملوا بصحة وسلامة كيما دايما انطلع لكم بفيديوهات ملابس للمحجبات وبشكل خاص العبايات والفترة اخيرة والتي نتلقى طلبات بزاف منكم نوسى رجعي دينا فيديوهات القدام فيديوهات طلبية من شيئان ملابس للمحجبات وبشكل خاص العبايات للأسف ما عنديش جديد لحد الساعة لكم تشوفوا في هالفيديو شيئان موقف الشحن المباشر للجلزائر من النهار اللي عرفنا الوابع فكرة انكم تشحنوا طلبيتكم الدولة اخرى واهلكم والاحبابكم يعاودوا يشحنوا لكم الجلزائر نتفقوا كامل لانها مضي عن المال والوقت وميش مستهل هذي شي كامل بصح اليوم ما عادش كان مشكل بعد اللي جربت هذي المتجر من موقع اليكس بريس اسمه شاومينك ستور هذي المتجر متخصص في لبس المحجبات صراحة انا شخصيا مانيش من النوع اللي نحب ملابس اليكس بريس لكن بعد اللي شفت البودكاست تاعهم واللايف كانوا دايرين هذي العروس كيمراكم تشوفوا فيهم على المباشر ووقتها كانوا دايرين عارض هذك النهار اللي كوموندي عنده شحن مجاني وهدية زيادة انو يشحنو لك في الغدوة من ذاك فانا وصديقتي كنا عملنا هذي طلبية هي اخترت العباية الاولى لكم شفتوها انا يا حبيت عبايات يكونوا مختلفين على وش عمدي انا في الغدروب عبايات يكونوا فور افري داي كيمان قولوا ما فيهمش العقاش ما فيهمش دونتيل وكامل فكملوا معي للفيديو اكيد رح يجبكم الاخير لا تندنس الفترة الاخيرة في عالم العبايات مبقتش حكر على لون واحد اللي هو اللون الاسود ولا سيد الالوان ولو كينين بالوان المختلفين ممكن الواحدة يدخل فيه اكتر من اللون نفس الشي بنسبة للخامات يعني ممكن الواحدة يدخل فيها اكتر من قوماش ولا ممكن تخرج على نطاق العباية اللي تكون بقوماش العبايات الاصلية اللي هو الجورجيت يعني ممكن تكون ساتن ممكن تكون كريب ممكن تكون موسلين ممكن حتى تكون لينين ked desp وليوم لديكم هذا المتجر اللي يعمل عبايات كما اللي يشوفون في الانستغرام يستوحيوا الموديلات من هذك الستايل ويخدموهم لك بألوان مختلفين وأكيد بمقاسات مختلفين ممكن اللي يشوفوا بزاف الانستغرام تشهرت الصورة للفاشنستال اللي هي هند المدنيه كانت لبستها الستايل بذات وهذا اللون بالذات في اللون النيود هي لبستها 2 لائرز هذا العباية اخترتها أنا تكون فيها 3 طبقت يعني عندك الاختيار نفس العباية تكون فيها طبقتين ولا يكون فيها 3 لائرز حبيتها بزاف خامتها من الكريب ولا الموسلين على طبقات ثلاثة يعني حتى الأكمام فيها أكثر من طبقات شوفوا إنها صح الموسلين متحسوها تقيلة لأنها رفدة بزاف الأقميشة المهم تشوفوا معي التفاصيل هي جاية كيمون وعباية كما نعرفو كامل ستايل هدايا ممكن تبسيه مع غوبلانش أني نحكي على هذ اللون بشكل خاص ممكن تبسيه مع بوانطانا ويكون بألوان فتحة نفضل يمشي مع هاللون الأبيض أكثر العيب الوحيد فيها حتى نكون واضحة معكم كيما دايما ووسع على التحداد الناس اللي ما يحبوش كي الملابس كيما أنا يا أحتعييكم سقطوا أول مرة ممكن من بعد تعلقيها في القادغوب معاشي تلقاي هدا المشكل كيما راكم تشوفوا الفينيش أروعة مكان حتى غلطة العباية الثانية اللي خطرتها يلي كم تشوفوا فيها هاد ستايل هاد الألوان مو بهجات ناسب أكثر لفصل الصيف صراحة أنا معنديش لجر أنا أخد هاد الألوان مخترتها هاد اللون الأسود للي كم تشوفوا فيها ذوكا شوفوا يا البنات دونت جاجمي هاد ستايل يتحبو يهتكرهوه أنا بالنسبة ليها كان جديد عليها أول مرة نلبس حاجة تكونها بخيمة قطعة كاملة ممكن دي الكورج لبسها فيه اي شاخب فيه بلوز ما هكذاك وكي وصلتني عجبتني بزاف بزاف صراحة الكواليتي تاعها واو حبيت بزاف الخامة الفوق هني يعني كيما راكم تشوفوا أنا وصلوني عباية من شيئان حسيت أنهم مع الغسيل يبدوا يحولوه ثانية تحسي داخل فيهم البوليستر مشي هذه العباية اللي يكون قماشها ليين ومطلوك فهمتوا قصدي فبنسبة لي لون قارنهم أهدوا بعاد من حيث الكاليتي وثاني أرخص ثمن من عباية شيئان كيما راكم تشوفوا الأكمام جاي على طبقتين فيها توليرز التحت وهنايا بالموسلين انواع من نفس اللون أكيد لو تلبسيها وحدها ومع حاجة قصيرة حيبان يعني قطعة من يديك ولا الأرجل تاعك أنا بالنسبة لي العباية نبسها مع غوب لأنه أنا بالعادة لم ألبس لغوب هكذا برا نحب ندير فوقهم عبايات كيمونو مام اللي ما يحبوش هالسطايل عبايات كيمونو ممكن يستغنيوا على ذاك الحزام ويجيبوا لي بوطان أبريسيون ولا أزرار الضغط ويركبوهم واحدهم أنا شخصيا ندير هكذا دفوا ما نحبش الحزام ما نحبش عباياتكم مفتوحة أنا نعدل فيهم ونخيطهم الروحي يعني مشي حاجة ليتحتاج خياطه كامل والصراحة الكواليتي تاعهم هايلا كيماراكم تشوفوا التشطيب ممتاز مكان ولا خيط خرج نهدرو على المقاسات عندهم دوباي سايس البنات اللي متعودين يلبسوا عبايات دوباي رح نيفهموني المقاس من اس عندهم ام عندهم ال عندهم اكس ال وعندهم دوباي اكس ال يعني دوباي اكس ال تلبس كارونت كارونت سيس الماكسيموم حتى نكون صريحة معكم هذوك العبايات كامل كوم وهذا العبايات بالذات كوم اخر مع انها ارخص منهم ثمرا حبيت نقول لكم يا البناتكي ننصحكم ننصحكم بهذي شخصيا كنت ندمت ياريتني جبت اكثر من لون واستغنيت لها العبايات الاولى علاش اول شي ما هي شفافة ثاني شي لبنات اللي ميحبوش العبايات اللي يكون لكم هم عريض كي طلعوا يدهم ممكن يبتبان هذي في انا ستيك من جيت اليدين حاجة اللي عجبتني طويلة للبنات اللي مترا سبعين مترا واحد وسبعين تجيهم نورمال اكيد الخامة هي اكثر حاجة تهمني خامة الجورجيت الاساسية هي الناس اللي يعرفوا في الاقمشة هذي هي تعتبر الخامة الاساسية في صناعات العبايات علاش لانها باردة ومريحة في فصل الصيف الكواليتي تاعها راكم تشوفوا وكي لا عدو العوايط كام ديليان ولا الروهبت راح تلقاهم التحت في صندوق الوصف وقولوا لي في التعليقات اذا عجبوكم شكل اعجبتكم اكثر واحد ولا اثنين ولا ثلاثة واهم حاجة اقولوا لي اذا حابين جربوا لكم ملابس تركية من موقع هاليكس بخاس على باركم لبنات موقع مؤخرا فتح المجال للتجار الاتراك وولينا نلقوه ملابس كما مودانيسا واللي هنا نقولكم تهلاوا في الوحكم وبسلامة اشتركوا في القناة